يعني بعد فشل موسكو بدأ أردوغان بالتهديد والوعيد وقال أنه سيلقل المشير خليفة حفتر درسا قاسيا وقال وزير خارجية تركيا أنه الآن يعرف من يريد السلام ومن يريد الحرب ماذا تقول؟ لا هو أولا يقول بشاء ولكن نحن نستغرب على رئيس يعني زي الرئيس أردوغان يقوم بهذا التهديد وبهذه التبريرات لغزو ليبيا التبريرات غير المعقولة وغير المقبولة التبريرات يقول أنه لديه مصالح في ليبيا مصالح تركيا في ليبيا مربوطة بشخص معين السراجي اليوم حاكم في ليبيا غدا لا يكون مصالح تركيا تضمنها القوانين الليبية التقاليد الليبية التزاماتنا نحن نحترم التزامات وتعاهداتها مصالح تركيا أو غير تركيا الجانب الآخر يتحدث عن هناك أشخاص من أصل تركيا في كل الدنيا مجتمع فيها مواطنين من أصول معينة هذا المواطنين الليبيين لهم عليهم زي الليبيين ما لديه لحق يذهب إلى القضاء من يريد من مطالب أي شيء يذهب إلى القضاء أيضا الشركات كما يقول إذا تطالب بتعويضات كما يقول باب القضاء مفتوح أيضا قد تكون في هذه العقود الدولية مشارطة التحكيم يمكن اللجو إليها يعني كل هذه المبررة يقول فيها لكنه يتحدث عن أنه سيلقن المشير حفظر درسا قاسيا ماذا يعني هل يعني تواجدا عسكريا بشكل أكبر ماذا يعني لا لا هو يعني تخويفنا من هذا الأمر أننا نخاف ونعمل ما يريده سيد لكن نحن أحفاظ المختار الذي قال نحن لن نستسلم نموت أو ننتصر وبالتالي هو تهديد لنا ربما نفعل شيء نحن لا يستطيع أحد أن يفرض علينا إرادته ترجمة نانسي قنقر